من اهم قواعد التعامل مع الكمبيوتر القاعدة اللي بتقول Select Zen Manipulate يعني احدد اولا ثم اتعامل هنشوف ازاي بحدد فيه ال اكسل عشان احدد خليها في اكسل ببساطة بعمل كريك بيء الماوس على الخليها اللي انا عايزها بلاحظ ان فيه مربع سميك كده بيحط بالخليها وفيه مربع طبعا صغير في الكورنر اللي بيبقى في اسفلها وبيحط بيها بوردر كده غامق كده معناه ان الخليها متحددة لكن انا لو في وضع ال Editing Mode بمعنى الكتابة بعمل Double Clicker جوها الخليها بلاحظ ان الكورنر بتاعي والمؤشر اصبح داخل الخليها ان انا اكتب جوها او اعدل المكتوب وبلاحظ ان انا وانا في ال Editing Mode معظم الاوامر بتبقى بهتة عندي اوامر التنسيقات كمان هنا عشان احدد كلمة David على سبيل المسال وديها تنسيق مختلف لازم اعمل Double Clicker جوها الخليها وبعد كده احدد كلمة David واعمل اطبق عليها اللون ده لازم ادخل جوها اما لو عايز اعمل التنسيق ده على كامل الخليها بحدد كليك واحدة وبضغط التنسيق بتاعه بيتم تطبيقه على كامل مختوى الخليها اذا تحديد الخليها بكليك عليها بتحديد اكتر من خليها متفرقين بحدد الاولى وبضغط من لوحة المفتاح Control قبل كليك وبعد كده كنترول وكليك وبعد كده كنترول وكليك وكنترول وكليك انا حددت كده خلايا متفرقة نقطة adjacent براحز ان الاخيرة بتكون مختلفة في تحديدها عن بقية الخلايا لان لو كتبت دلوقتي حالاً هيتم الكتابة في الخلية رغم انها مظللة زيهم لها اكثر تمييزاً بيقول لي لو انت كتبت الكتابة هتدخل هنا طيب انا لو عايز احدد نطاق متصل بحدد الخلية الاولى وباجي على الخلية الاخيرة نطاق adjacent بقى واضغط shift بمكان كنترول وكليك بعدها بيتم تحديد النطاق او الرنج بتاعي عشان احدد عمود بقف على التسمية بتاعة العمود اللي هي الحرف شكل السهم بيتغير بضغط click بيتم تحديد كامل العمود لأسفل طيب عشان احدد صف نفس الفكرة بقف على رقم الصف وبضغط click بيتم تحديد كامل الصف للنهاية طيب عشان احدد عمودين بحدد العمود الاول بclick واحدد قبل العمود الثاني بضغط control وبعد كده العمود الثالث واضغط control قبل click هنا بحدد اكتر من عمود طيب لو عايز اكتر من صف ويكونوا متصلين بحدد الصف الاولاني واجه على الصف الاخير اضغط shift قبل click بيحدد لي كامل الصفوف المتصلة او adjacent area عشان احدد كامل الشيت بضغط على الزاوة اللي فيه اعلى اللي بين الرقم وبين الحرف بضغط click بيحدد لي كامل الشيت ممكن طبعا احدد اكتر من شيت بحدد الشيت من تحت من اسمه واضغط control عشان احدد شيت تاني وcontrol احدد شيت تالت وcontrol واحدد شيت اخير ولو عملت طبعا بعد كده delete لي الشيت طبعا الشيتات اللي انا محددها هيتم حسفها مع بعض طيب عشان احدد بطريقة تانية انا بلاحظ لو عندي رسومات هي طبعا الرسمة بتاعتي بتبقى click كواحدة عليها الرسم الباني على سبيل المسأل عشان احدده او الرسمات click كواحدة طبعا عليها واخد بالي الرسم الباني بالذات لي اكتر من جزء اذا الرسومات الobject بتاعتي بclick كواحدة عليها علشان احدد لستة متصلة زي دي باخد بالي طبعا في قواعد الكتابة ان ما يكون عندي لستة متصلة ما عملش blank row في النص لان لو عملت blank row على سبيل المثال وعملت insert ل blank row وجيت هنا على سبيل المثال وقمت عامل من لوحة المفتيح control a على اعتبار ان انا هعمل select all بيحدد لي select all اللستة المتصلة دي المضطر اعمل control a مرة تانية عشان يحدد لي كامل اشي فاخد بالي ما عملش blank row الا لما يكون عندي فيه عندي مثلا الرو الاخير او ال last row بيكون للتوتل فبفصله بفصله دي بقى لان لو وقفت هنا وقلت له اعمل فارز sort a to z بالشكل ده هيعمل ترتيب لي اللي 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 فوق وحيتجهل طبعا التوتل لان فيه blank row فدي من القواعد المتعرف عليها عند التعامل مع لستة داخل excel لان انا بعملش فراغات في النص عشان لما اعمل فارز او ترتيب الى التبلي الليستة المتصلة ويفصل طبعا التوتل اللي بقى في النهاية هو اللي بفصله ب blank row عشان احدد بطريقة تانية اكتر من خلية او خلية من خلال ال name box بكتب اسم الخلية فوق هنا لان لو كتبت مثلا e5 وعملت enter الا ايه راح على e5 طب انا عايز من e5 لحد h10 اقول له الى اللي اشفت مع الكاف اللي هي نقطتين وقول له h10 وقول له enter حدد لي الرنج برضو ممكن استخدم ال name box للوصول للخلية او لتحديدها او تحديد النطاق هنستخدم الماوس للتحديد طبعا الاسهم بتتحرك معاها بالشكل ده شمال ويمين وفوق وتحت انا لو ضغطت اسناء الاسهم تحريك بالاسهم shift من لوحة المفتيح وضغطت السهم اليمين بالشكل ده وبعدين ضغطت السهم الاسفل ده بيتم تحديد من خلال برضو الكيبورد ممكن كمان لما يكون عندي خلية ميحددها بلاحظ ان البوردر اللي بيحط بها لاربع ابتجاهات اربع اجناب طبعا الشمال واليمين لو عايز اوصل في الليستة دي لبداية الليستة من الشمال بضغط double click على border left border او right border double click او top border يجيب لي top خالص او bottom border يجيب لي اسفل الليستة ممكن استغل لي ده طبعا واضغط shift واسناء ما انا بعمل double click على top border بيحدد لي بالمرة ممكن اجي هنا واضغط double click ولكن shift يحدد لي الرنج بالشكل ده ممكن استخدم كمان تقنية select and find and select واشوف ان اعايز اقول له حدد لي formula زي حدد لي الفورميولاز اللي موجودة في الليستة او الشيت بتاعي ممكن كمان اقول له حدد لي الكنستانت السوابت اللي هي مش فورميولا ممكن كمان من هنا اقول له select وقول له good special واشوف ان اعايز اقول له مثلا حدد لي الobject اللي موجود عندي اقول له اوكي حدد لي الobject الموجود طبعا find and select برضو طريقة لتحديد الخلايا او الobject وغيره يعني اشتركوا في القناة